بخمس طائرات روسية وبسبع غارات جوية بالقنابل العنقودية والصواريخ الفراغية استشهد سبعة عشر مدنيا جلهم من النساء والأطفال وجريح أكثر من أربعين بعضهم في حالة حرجة وذلك بعد استهداف مخيم العائلات الواقع بالقرب من المثلث الحدودي السوري الأردني العراقي المخيم الذي استهدفته المقاتلات الروسية تقطن فيها عائلات مدنية نازحة من حمص والرق ودير الزور هربا من العمليات العسكرية هناك وعائلات أخرى يقاتل أبناؤها وأقاربها مع جيش أسود الشرقية الجيش الذي يقاتل تنظيم الدولة في البادية السورية ناشطون في المنطقة قالوا إن عدة طائرات كانت تحلق على ارتفاع شاهق القد في فترة الظاهرة عدة صواريخ فراغية روسية الصنع وهو الأمر الذي حاولت روسيا نفيه لكن التأكيد جاء على لسان دبلوماسي غربي حيث أفاد الأخير بوقوع المجزرة وبأن الطائرات الروسية هي المسؤولة عن ارتكابها قصف المخيمات قصف النازحين أو قصف الهاربين كما يسميه ذو الضحايا هي الخطط الروسية الجديدة على ما يبدو فلم يقتصر قصفها على مخيم العائلات بل سبقه قبل يومين فقط استهداف مخيم آخر بريف حمص حيث استشهد عشرات النازحين في مخيم عشوائي قرب مدينة السخنة الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة أما التفاصيل فتذكر المصادر الميدانية أنه فضلا عن الشهداء فقد أصيب كثر بينهم نساء وأطفال إضافة لاحتراق عشرات الخيم نتيجة مواد شديدة التفجير استخدمت في قصف التجمع ولزيادة الأعباء على النازحين فإن رجانا إنسانية عديدة اعترفت بفشلها في الوصول إلى المنطقة لإنقاذ المدنيين أو تقديم الإسعافات لهم